الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على قاعدة الأمم المتحدة التي تؤوي خمسة آلاف مدني في مدينة بور بولاية جونغلي جنوب السودان إن الهجوم على موقع توفر فيه القوات الدولية الحماية للمدنيين هو تصعيد خطير ويعتبر جريمة حرب نحن ندعو حكومة جوبا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الحماية لقوات حفظ السلام والمدنيين النازحين ترجمة نانسي قنقر